السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين يا? يا رب تكونوا قويسين وبخير. يسعد الله اوكاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخار بالقرآن الكريم لمواليد برد الميزان. صلوا على النبي عليه عبدالصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. احبابنا في الله. ادعموا الفيديو باللايك. وانزلوا في التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى عليه عبدالصلاة والسلام. انظرنا السورة ستطعبر المواليد برد الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. صورة الم mets Oak. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على سيدنا محمد فادح. لما اغلق بسم الله الكشف. بسم الله الكشف. بسم الله الله الكشف. بسم الله الرحيم. رجع الملح الروحاني. اني قال لك occasion. بسم الله. في اشخاصivolنا الأشخاص دي بتحاول تهد من طموحك أو تهد من طموحك أو طموحاتك وتخليك يعني عايزة تفشلك في حياتك ودي يعني نتيجة من الغيرة اللي حواليك حاول يعني تلتب أمورك بشكل صح وحاول كمان يعني تغير من بعض تفكيرك اللي انت مستمر عليه من فترة طويلة عندك شخص يعني هيكسر خط بخاطرك بسبب يعني كلامه المزعد وعندك شخص من عتبة العالة هيكون مزعج ليك خلال الفترة القادمة هنا بقول لك انت تعبت كثير ومريت بظروف كانت تعب وضغط بنسبة يعني ليك شخصني بنسبة يعني كبيرة ليك في شخصني انت سمحته كثير الشخص ده انت سمحته كثير من مرة ومرة وهتضطر تتنازل عشان تسامحه برضو مرة كمان احذر من الحب خلال الفترة دي بمعنى ادق حاول تعرف اه فين اللي بيحبك وعايزك في حياتك شايف هنا يعني هترزق بمبلغ هترزق بمبلغ مالي هتفرح به شايفك هترزق بمبلغ مالي وهتفرح به كثير وعندك هنا لو مصدع سيدنا محمد عندك هنا يعني شخص آآ قلبك هيكون يعني آآ قلبك هيكون مرتاح لي شايف هنا في يعني معاك يعني هنا يا قلبك هيكون مرتاح لي في شخص آآ برجع لك يعني برجع لك بطريقة يعني ندم بطريقة ندم وكأنه يعني مهم حاولت يعني تصفي منه لكن لان انتقامك اقوى من قلبك انتقامك بحس ان عندك الحب الكبير آآ آآ انسانة يعني بتتجسس عليك دخلها وسط الحب الكبير الانسانة بتتجسس عليكم في كل مكان وكأنها مش آآ رايدة ليك الخير وعندك هنا اشخاص بيحسدوك على النعمة يعني على النعمة اللي عندك حواليك يعني عندك هنا قرار هتاخذوا في الشغل وهتتواجه معا شخصيا بس خلي بالك من المواجهة لان هنا هيكون فيها احراج ليك احذر من الابراد يعني هنا ان ابراد خلي بالك منهم الناس يعني خلي بالك من هذي شايف هنا الله ما يصلى على سيدنا محمى في عندك مشكلة معا شخصيا هتنحل مع شخص وهتتخاصم مع شخص تاني في عندك نقلة من مكان وفي عندك خبر يعني بحالة وفاء بحالة وفاء خبر عندك بحالة وفاء وعندك يعني عندك هنا اه تعب الفترة دي تعب الفترة دي هيجي ليك في المعدة عندك قضية ربنا هينصرك فيها باذن الله عندك يعني هنا اه انضي على ورقة او شايفك بيطمد على ورقة او اه من شخص مهم هذاري الفترة دي انك تقع في ظلم وما تعرفش تخرج او تخرج نفسك منه في موضوع السفر بيجي لك على غفلة موضوع السفر بيجي لك على غفلة موضوع السفر دي يعني بس اه عايزك ايه انت هنا ماشي انت اه اه تعبت او انت تعبت كثير وللأسف مش لاجه حتى تتكلم معاه او تفتفض معاه اه بالك مشغول اه شخص يا فيه شخص سابق وينعزل عنك ولكن مكانته لسه في قلبك ولكن مكانته لسه موضوعه في قلبك ابعد الفترة دي عن اي الكيل والكال لان بسبب كلم غيرة غيرة بعض الاشخاص اللي حواليك هتوقعك في مشاكل ما كنتش متوقعها في انسانة هنا عندها يعني منك الغل والانتقام احذر منه لان تصرفاتها هتكشف اه عدوانيته قرار هتاخذه يخص العمل قرار هتاخذه يخص العمل عندك محكمة او قضية لكانت على البال ولا الخاطر ولكن رب العالمين بينصرك فيها بعد ثلاث اوقات بتتحقق حادث انت عايزه وانا شايف انك عندك تصليحات تخص عتبة البيت الفترة دي فيه شخص هنا بيحكي معاك في يعني موضوع وانت دماغك يعني هنا هتكون اه بترتب لموضوع تاني انا شايف هنا يعني اللهم صلى عزيزنا محمد انت هنا ظلمت الظلمت كتير ولكن من بعد الظلم اه نصر نصر وعندك هنا الفترة اللي جاية اه عدة نصرات هتبستك خلاف معاحد من عتبة البيت وفي هنا موضوع انت هتكلم فيه معاحد وهتكون قاصد تكلم فيه عشان تعرفوا او تعرفهم او تعرفوا حقيقة الشخص ولكن هنا اه بعد ما يسمع منك هيواجهك معاه وهتحط فيه هتحطه يعني فيه موقف يعني هتحطه في موقف محرط رغم انك اه حابب تبين الحقيقة بس احذر من الاستغلال خلال الفترة دي احذر من الاستغلال اللهم صلى الله سيدنا محمد وانتبه على شغلك انتبه على شغلك على كد ما بتقدر لانك هنا ممكن تتعرض للخسارة ممكن تتعرض للخسارة خلي بالك في اي وقت شايف هنا بقول لك عندك سفر برضو طريق السفر مفتوح معاق وشخص يعني هنا بيمضي لك على ورقة بيمضي لك على ورقة بتسعى يعني اه ليه الورقة بتسعى لها من فترة فيه مبلغ مالي هيجي لك من الدولة او من حكومة اه او في محكمة شايف هنا تتعرف على شخص اه روحاني شايف هنا في شغلة يعني شايف هنا في شغلة عندك هنا وعكة يعني شايف عندك وعكة صحية ما كنتش متوقعها رجلك رجليك اه 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 معدي الم في الظهر صداع شايف هنا يعني هنا اه 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 اتناه مصلى لسيد محمد في حد رجع لك شخص من الماضي بس قدم يعني اه بط lambast الله اه اه سيد محمد لو يحاول يبين اه كبرياء عليك اه 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 عزته كانت موجودة دواك شايف هنا بتتعرف على الشخص الفترة دية واه اتعرف عليها ايو شخص شايف هنا لان في بيتك مشكلة في بيتك مشكلة في بيتك مشكلة ستنحل ستنحل المشكلة في بيتك مشكلة عندك وهتنحل ستنحل بإذن الله تعالى عندك تغير عربية هناك تغير عربية أو اللهم صلى على سيدنا محمد أو شراع عربية عندك شخص متزود ستتعرف عليه قريبا شخص عيونه ستكون زائغة على حدات سيطلب منك أكثر من حادث وحادث مبلغ عندك الله مصلى على سيدنا محمد الخير قادم الخير قادم لك الخير قادم لك بإذن الله تعالى الخير قادم لك الله مصلى على سيدنا محمد فضلا وليس أمر أن أحبابي تعمل فيديو باللايك شاف عندك هنا برضو تغير أو شافك أن أنت تغيرت أنت هنا أو أنت متجاهلة ناس كتير ومش فارقة معاك أو مش فارقة معاك هم بيعملوا إيه لكن قررت تحب نفسك حاسس أنك طاق طاق هادي ومش خسران وانت راضي وبتعزز يعني شافك هنا بتعزز نفسك شافك تعزز نفسك وبتقول مش مستني أنه تكلم الشخص ده كنت ضعيف قبل كده لكن دلوقت لا شافه خطوبة 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 في أرض بيتك خطوبة أو زواد في أرض بيتك شافك بس نعم شافك زعلان لمزعلك وكسر قلبك شافك زعلان مجروح مع أنه عندك هنا هو الباب اللي تقفل في وشك من سنين الباب ده يتفتح قدامك باب رزق باب رزق عندك هنا يعني استلام ورقة فيها نجاحتك يعني نجاحك من المدرسة أو نجاح أو حد زي كده تغير عندك مكان منزلك أو هتجدد المنزل أو هتجدد منزلك أو هتغير المنزل اللي انت فيها تشتري منزل جديد طريق السفر قدامك مفتوح فيه رزق إن شاء الله فيه راحة لك بإذن الله تعالى اللهم اصلا على سيدنا محمد جاية لك الفرحة من غير ترتيب وعوض من ربني بعد كل التعب اللي حصل في حياتك يعني ان شافت ان انت تعبت كثير وتعبت سترى كدرة الله في تحقق ما صبرت الأجل كل شيء سيتغير في لحظة لصالحة لأن الله يريد ذلك فلا تكون مستحيل ولا تفكر في كيفية الفرد ستنحل بإذن الله تعالى عندك هنا مبلغ مالي يعني مبلغ كويس محترم قد تكون مكافئة أو غدية أو رجوع دين بإذن الله أو رجوع دين ردع لك حقك رادع يعني بس عايزك تنتبه من أشخاص احذر من الأشخاص دي قد تعتقد أنهم مقربون ولكنهم هم يعني يفتشون إسرارك ويتمنون لك الضرر احذر منهم دولي احذر وينتبه جيد من هذا العين الحاق دي الحاسدة الذي يعني تعرك الحادات كثيرة تعرك المسار حياتك ومزادك اليومي بجالها معاك يعني فترة هناك شخص قريب منك حاسد وحاق يقرحك أصابك بالعين بدل المرة كتر من مرة هو بجنبك ولكنه يشعر بنقص يشعر أنك تمتلك ما لا يستطيع أن يملكه العين من سيطرة عليك في الحركة والعمل والراحة والحب دايما تشعر بالكسر وعدم الراحة سوى في النوم أو فعل الأشياء أو التعطيل شايف برضو حتى سيرة العلاقات أو العلاقات حتى في صحتك تشعر بالألم في الرأس والمفاصل وخصوصا هذا الفترة وهذا الشخص قريب منك جدا بجوارك في كل تفاصيلك هذا الشخص حاسد وحاقد يتمنى لك الشر ما يتمنى لكش الخير اسأل الله العظيم رب العاشر العظيم ان يشفيكم من كل دا ان يؤذيكم اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك وان كنت لم تشتركوا فيها القناة فليشرفني اشتراكم فيها القناة وعلاد السحر وعلاد المس وعلاد الحسد داخل القناة كلهم ينزلوا من قبل والرقم امامكم اللي حاب يتواصل معنا فيها الالادات يشرفنا يتواصل معنا على الواتس وان شاء الله وانكون في حسنا ظنه فضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك وانزلوا فيها التعليقات صلوا على الحبيب المستقر